من بغداد مع المستشار ضياء الوكيل الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا سيد ضياء أسلوب جديد نتحدث عنه أو أنه مرافق بأساسه إن لم يكن بتفصيله لهذه الجماعات الإرهابية لأنه طريقة فكر هذا لا يمكن استحداثها إن لم تكن هناك أرضية لها لدى هذه الجماعات مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة هذا موضوع جدا مهم وخطير أود أن أوضح في البداية نقطة مهمة أن تجنيد النساء لا يتسق مع فكر الجماعات الأصولية ويتناقض تماما أيضا مع نهج ما يسمى بالسلفية الجهادية التي يزعم تنظيم داعش أنه يمثلها أو ينتمي إليها هو وتنظيم القاعدة لماذا؟ لأن هذا الفكر المتطرف ينظر إلى المرأة بالتوصيف الآتي يعتبر المرأة أنها قاصر وعورة وتحيط بها جملة من المحرمات فلذلك في فكره في التنظير يجب إبعادها عن التعامل والتداول ونشاط هذه الجماعات الإرهابية هذا في التنظير ولكن في الواقع شيء مناقض تماما الدماغ الإرهابي لا يتورع عن استنباط كل الوسائل الماكرة والخادعة لاستدراج الفتيات والنساء خاصة اللواتي يعانين من مشاكل اجتماعية وأسرية النساء الضعيفات التي وضعنا في صناديق أسرية هذا يراهن تنظيم داعش على استدراج هؤلاء الفتيات والنساء والإيقاع بهن ومن ثم استدراجهن واستغلالهن بشكل بشع من خلال الاستعباد الجنسي وحتى تصل إلى أنها السلعة يعني يستخدمها السلعة في البيع والشراء والمتاجرة بالرقيق الأبيض ويستخدم في ذلك نعم فقط قبل أن نتابع بهذا الأسلوب لداعش هذه النقطة التي ذكرتها سيدية إلى أي درجة هي كانت أيضا ربما المستفز الأكبر للنساء في المقابل ليحاربنا داعش ويشاركنا بكافة الطرق ضده هن عندما يستدرجهن ويوقع بهن هن يصبحن في البداية هن ضحايا أصلا لوضع اجتماعي وأسري صعب ومن ثم يصبحن ضحايا لهذا التنظيم الإرهابي المتطرف ويستخدمهن كطعم للشباب الصاخط واليائس ومن أصحاب الفكر الهش والوعي المتعصب ليستدرجوهم يعني من خلال هذه النساء إلى التجنيد أو القيام بعمليات أو اشتقطابهم والعمل معهم في الدعاية عبر مواقع الإنترنت خاصة إذا ما علمنا أن تنظيم داعش الآن إحدى التكتيكات التي توجه إليها أنه توجه إلى وسائل وعاد سيرته الأولى وسائل الإنترنت لأنه أصبح الآن متراجع كثيرا وضعيفا وليس لديه قدرة في الميدان أنا قصت أيضا موضوع النساء حتى في الخارج من لا يجنده داعش من حيث نصرت النسوة بشكل عام سيد دياء اليوم هذا الأسلوب الذي يستخدمه داعش دائما ما تستخدمه كان بالإمكان أن نذكر أمثلة على جماعة متطرفة استخدمت نفس الأساليب هذا الجنس الرق استعباد النساء يعني هذا التعرية كلها التي عاشها هذه الفترة داعش مألوفة على هذه الجماعات الإرهابية يعني أنا قلت حاولت عبر هذا الوقت القصير أن أجري مقارنة بين التنوير وبين الواقع حتى نفضح هذه الأساليب المضللة التي يستخدمها داعش في عملية التسويق الدعائي والحقيقة استطاع أن يمررها على الكثير من الأشخاص الذين ذكرنا توصيفهم هو يتاجر بكل شيء يتاجر بالآثار ويتاجر بالمخدرات وبالرقيق الأبيض في الجنس في بيع وشراء النساء وأيضا يتاجر بالأعضاء البشرية الحية هو ينتزع الأعضاء البشرية من الأحياء قبل أن يقتلهم في سبيل أن يتاجر فيها هذا التنظيم يستخدم ويستبيح يعني كل الوسائل المحرمة التي تناقض ما موجود في بطول الكتب وما ينشره عبر وسائل الإنترنت والمواقع التي تسوق لدعايته أنا أشكرك جزيلا سيد دياء على هذه المشاركة من بغداد مستشار دياء الوكيل خبير في الجماعات المتشددة شكرا وأعذرني على المقاطع